السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. ما هو ان شاء الله ناخد قصة اه كونينت بلاس. بانوان او مفاجأة رائعة. اول حاجة عندنا شخصيات اثر مايار جانما تيتا باباهم والد شادي امان عزة وشادي او الخمس المصور يعني الصور اول حاجة كتاب صوتي اوديو بوك اوديو بوك تكتاب بس اه على الموبايل او حاجة وانت بسمعه مش بتقراي ماضي معناها موحي يعني عارف انت بتبقى جايب من برا كده والدينة شاتية فالشوز بتبقى عليها طين وكلام من ده دي اسمها ماضي جايب من المض لو الطين سر يعني سيكرت برايل اللي هي تريد برايل للقراءة المكفوفين اللي هي بتبقى نقط برزة وانت بتمشي ايدك عليها فبتعرف تقرأ ايه بس بتبقاش طبعا حروف زي بتاعتنا بتبقى نقط وكل يعني ايه اه يعني مسلا نقطين فق بعض مسلا حرف الايه جنب بعض مسلا حرف البي زي ما انت حفزت الحروف مسلا حفزت ان ده اسمه بي وده اسمه ايه هو برضو بيحفز انه تتنفق بعض يعني اين وتتنفق جنب بعض يعني بي وهكذا نفس الطريقة بتاعتنا ايه بس الشكل الحروف ولا متغير ثري يعني سيكرت بوش يعني شغيرة اللي هي شغيرة زغيرة بتسمعها بوش شوفل اللي هو الجروف او الجروف اللي بنفع عربية شوفل جراج اللي هو جراش اه ترونك اللي هو صندوق العربية او شنطة العربية زي ما احنا بنقول عليه او كاربوت اللي هي هي هيها ترونك اه هج معناه يحضن ويند اه تشايم اجراس الرياح دي اللي بتقوم متعلقة كده وصعد ما بيجي هوا بتوقيت تتهز الهوا بيهز بيهزها فبتطلع صوت دي اسمه ايه ويند تشايم طيب بارت وان في القصة بتاعتك بقول لك يا سيدي it was the end of the school day كان في نهاية اليوم الدراسي and the answer put his pens and pencils away neatly يعني كتبه منظمه كده وحط الهم الجفه وقلهم الرصاص كل حاجة في مكانها بعناية يعني he looked out of the classroom window for his mom وبص من شباك اللي فاصلة كده شوف مامته وصلت ولا لا but he couldn't see her بست بص ما شافش مامته المدرسة بتاعته took the children outside خدت الاطفال كلهم خرارتهم then answer saw his grandma waiting at the school gates بص تاني لا امين اللي واقفه بقى مش مامته لا اجدته هي اللي واقفه على البوابة he smiled and waved at her فابتسم وشور لها وبعدين answer loved it when his grandma begged him up answer كان بيحبه او لما جدته هي اللي تروح تجيبه من المدرسة and he hugged her فاطلع اقرع عليها وحضنها what a nice surprise المفاجئة الحلوة دي I didn't know you were coming today اما اقتش عرف ان الجايالي النهاردة تيتا he said اقلت له your mom is busy منتق مجغولة so i'm here today فانا قلت لك النهاردة عشان ايه اخدك انا رواحك she smileded وبتسمت now where is your sister اقتك فين they saw mayar come out of her classroom لقوا مايار طلع من الفصل she was with her friends كانت طلع مع اصحابها and she was carrying a book وكانت شايل الكتاب she looked very happy وكان شكلها مبسوطة قوي mayar's teacher missis عزة الميس بتاعت مايار كان اسمها missis عزة والميس بتاعت اثر كان اسمها ايه لاحظة كده miss iman missis iman كانت الميس بتاعت اثر و missis عزة كانت الميس بتاعت مايار came to talk to grandma وجات عشان تتكلم مع تيتا تلاقي missis عزة قال mayar has a new book mayar جالها كتاب جديد اخد كتاب جديد it has words that you can read to her فيها كلمات تعريبا مايار دي مايار blind ما بتشوفش يعني فقيت لها في جبنا لها كتاب جديد والكتاب ده في كلمات ممكن تقرأها لها it also has words in braille كمان في بعض الكلمات بتاعت برايل that she can read herself هي نفسها اه تعرف تقراها الكلمات اللي بتاعت برايل يعني هو الكتاب في كلمات مكتوبة بعادي بالخط بتاعنا وفي كلمات مكتوبة بالنقطة اللي هي بتاعت برايل فما يرمى مش بتشوف فممكن تمشي إليها على الكلمات اللي بتاعت برايل تقراها وممكن حد يرى لها الكلمات العادية اه زي حدودة كده حكيها العين فتيتا اتلاع thank you شكرا we can read this together this evening اتلاع خلاص احنا نقض مع بعض النهاردة ونقرأ الكتاب ده سوا فماياربت قل لها are we going to your house today grandma هو احنا هنيجع عندك البيت النهاردة يا تيتا اتلاع yes we are ايو يا بنتي هنروح عندنا البيت your mom and dad are busy ممتق وواقي مشغولين should we make cookies تيجي نعمل بسكوت اتلاع yes please said answer on my yard اصر وماير الاثنين يا ريت يا انهار بيض المهم the children stayed at grandma's house until the evening الولاد قاعدوا هما الاثنين في بيت تيتا لحد المساء او لحد المغرب يعني their parents arrived after dinner بواهم وموتهم جنب بعدما كانوا تعشوا خلاص thanks for having the children mom said their mom فمم قالت لهم شكرا انك ايه خدت مومتهم مومة اسر وماير بتكلم مومتها فبتقول لها ايه شكرا يا ماما انت خدتهم من المدرسة وخلاتهم عندك على ما احنا خلص شغل قالت لها you're welcome سلمة تتقمر يا سلمة سلمة دي مين اللي هي مومة اسر وماير انا بحب اول ما هما بيقوا عندنا هنا ربلاي grandma did you have a good time with grandma today اسكت زرمان فماما بتقول لهم قضيت وقت كويس النهاردة في المدرسة مع تيتا مدرست ايه قضيت يوم كويس النهاردة مع تيتا فقالوا لها yes of course اكيد and look at my new book from school فماير بتقول لها اه طبعا قضيتنا يوم جميل مع تيتا وبصي كمان على الكتاب الجديد اللي خدتهم من المدرسة قلت لها it's great ده حلو قوي let's read that when we get home said their dad فبابا قال لهم خلاص نقرأ الكتاب ده سوى لما نروح البيت their mom and dad were happy to see mayar's new book ماما وبابا كانوا مبسوطين انهم شايفوا الكتاب الجديد بتاع ماير when mayar was a baby her mom and dad learned ryle لما كانت لسه طفلة بتغضع وعرفوا ان هي مش بتشوف اتعلموا طريق برايل هما الاتنين they helped her to read بعد كده عبدأ بيعلموها عشان يعلموها القراءة بطريق برايل now they love reading with their daughter in the evenings دلوقتي بيحبوا جدا ان هما يقعدوا مع بنتهم ويقرأوا سوى طريق برايل كل يوم بالليل كده بان بيخلاص تقول اقول لك Asher put his pens and pencils away neatly اقول له yes true طيب Asher looked out of the classroom door for his mom بص من الباب لا بص مش شباك مش من الباب يبقى طبعا false mrs iman Asher's teacher took the children outside اه صح Asher saw his father waiting at the school yet لا ما كانش في his father كان his grandmother جدته طبعا غلط طيب Asher loved it when his grandma begged him up اه كان بيحب الجدته وتيجي تاخده من المدرسة Asher's mom is busy مومة Asher كانت مشغولة اه Asher and his grandma saw Mayar come out of her classroom Asher وجدته شايفوا Mayar وهي طلع من الفصل اه صح Mayar was carrying a pen ما يوكرت شايلة الم لا كانت شايلة ايه a book طبعا false Mayar looked very sad ما يوكرت زالانا لا طبعا كانت very happy يبقى برضو غلط Mayar has a new book ايوة كان معا كتاب جديد Mayar's book has words in braille كان فيه كلمات بتريد braille اوه كان فيه كلمات بتريد braille صح The children stayed at uncle's house قاعدوا بيت عمهم او خالهم لا طبعا في بيت grandma يبقى برضو غلط Asher and Mayar have got time with grandma Asher و Mayar قدوا قاة كويس مع جدتهم ايوة So mom and dad were happy to see Mayar's new book mom and baba كان مبسوطين لما شافوا كتاب جديد طبعا Mayar So When Mayar was a baby her mom and dad didn't learn braille لا they learned braille او learned Asher saw his a waiting at the school gate طبعا ايه كان مين المستني grandma 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 ايوة ايوة Asher looked out of the classroom A for his mom طبعا classroom window window دا Beata mom learned a when Mayar was a baby طبعا ايه؟ Braille تعلموا طريقا برايل لما كانت Mayar لسه تفلة صغيرة طبعا ايه? اعمل لها بس اس الملكية في الاخر. اوستروف اس دي بتاعتي الملكية. يعني بيت تيتا. معالش بقى اكملوا انتم. مايار كانت شايلة طبعا ايه? ابق. مايار كان شكله ايه طبعا قلنا very happy. كنت مبسوطة. مدرسة اثر. اثر و مايار هفتت تايم وز. اثر بطه. اثر بطه. يعني بترتيب. اه. اثر مومة اثر ايه? واجنا ايه? بازي. كانت مشغولة جدا. نيجي على بارتو. طبعا خلصنا عند ايتها طبعا وطلعين. فقال. العيلة بقى اللي هو اثر و مايار وسلمة مامتهم وباباهم لسه لحد الوقت ما عرفش اسمه ايه. المهم طلعوا بقى ركبوا العربية عشان يروح. اول ما جاء اثر يحط الشنط بتاعت المدرسة. شنطة العربية. لاحظ حاجة غريبة في شنطة العربية. ايه يا ترى? he saw his mom and dad's boots there. and they were muddy. يعني لقى حزيات طويلة اللي هو البوت بتاع مامة وبابا موجود في شنطة العربية وعليهم طين هما الاثنين. their boots are really muddy. يعني غرقانين طين. really muddy اللي هو مليانين طين. have mom and dad been to a farm. هي ماما وبابا كان في مزرعة. فوت اسر. اسر زين got into the car. اسر بعد كده ركب العربية and they all went home. وروحوا البيت. بس طبعا وشاف الاحذية بس مش عارف ايه الطين كمية الطين دي كلها. the next morning. تاني يوم الصبح. the children's mom said. تاني يوم الصبح على الفطار. مامتهم بتقول لهم. grandma will pick you up from school again today. قلت لهم بتاتها تيجي النهاردة تاني تاخدكم من مدرسة برضو. are you going to be home late mom. اسكت اسر. فاسر بقول لها وانت هتجيبوا النهاردة برجو متأخر. اتلع yes i'm very busy this week. والله يا اسر يا ابن انا مشغولة اول الاسبوع ده. i will pick you up from grandma's at seven o'clock. هاجة اخدكم من عندي تيتا ساعة سبعة المغرب. اوكي فاسر علامش. it's music club today. النهاردة عندنا نادي الموسيقى. so don't forget your guitar. اسر. لا هي اللي بتقول لكم. النهاردة عندك اه نادي الموسيقى فما تنساش تاخد الجيتار معك يا اسر. وانت يا ميار عندك اه دروس بتعليم صناعة الفخار في وقت الغداء. فافتاك بتاخد الماريالة يا زي ماريالة المطبخ كده بني بيلبسوها. بيجي اعملوا حاجات فخار عشان ايه? الاطين ما يوص غدومهم يعني. فانت يخد الماريالة بتاعتك وانت اسر تخد الجيتار بتاعك عشان درس الموسيقى. can we listen to an audiobook mom? اسر. فاميار بتقول لها ممكن نشوف كتاب صوتي نسمعه. اتلا. yes of course اكيد. her mom said. while ميار and her mom uh chose an audiobook. وهم بيختاروا الاوديوبوك او كتاب الصوتي اللي هيسمعوه. اسر looked out of the window. بصني مش باك. he was thinking about his school concert next week. كان بيفكر في حفلة المدرسة الاسبوع الجاي. he hoped his parents remembered it. كان بيتمنى ان هما يكونوا لسا فاكرين هما يكونوش نسا ونسوا المعاد بتاعها. he really wanted them to come and watch him. هما كان نفسوا فعلا او كان نفسوا جدا ان هما ييجوا ويحدروا الحفلة دي. اسر wanted to ask his mother about the concert. but she looked tired. اسر كان عاوز يسأل ممتو يقول لها تفاكرها ولا لا اتبعتيك ولا لا او كلام من ده بص بص لقاها شكلها مرهقة وتعبانة. he decided to ask her later. فقال خلاص ايه? هابس اسألها بعدي. on the weekend فقط الاثنائيات الاسبوع the parents were busy اكيد. بابا وماما برضو مشغولين. خلاص احنا في الاجهزة اوه جمعة او شاب تبقى فيش شغل ولا حاجة. برضو الام مشغولين. هنا مقصود بها اللي هو بيت تيتا. فسالما اللي امامتهم برضو خططت ان هي هتاخدهم توديهم عندي تيتا عشان برضو مش فاضين. كان يوم حلو قوي. فاسر ياخد معه الكرة بتاعته. he went to the garage to get his football. راح الجاراج عشان يجيب كرة بتاعته. outside the garage he saw his dad's shovel. بيبص برا الجاراج لقى الجروف اللي بابا بيحر به. it was covered in mud. برضو مليان طين. I still looked round the yard. قاعد يبص حوالي كده في يعني ساحة او فناء مكان فاضي يعني. قاعد يبص حوالي there was nothing different there. مفيش حاجة مختلفة يعني مفيش مكان فحر انهما فحروا حاجة او عملوا حاجة. no new trees or plants. مفيش شرقة جديد مفيش نباتات جديدة ما هو الشوفل ده بيفحره بلما يجي زرعون. مفيش زرقة جديد. طب متعصطين من ايه. why was the shovel so money. ليه الجروف ده مليان طين. that's strange. الموضوع ده غريب. بولك يا سيد. the family all got in the car to go home. اسر بوت his school bags in the open trunk. او. حط الشنطة. شنطة المدرسة في شنطة العربية. اسر saw his mom and dad's boots in the trunk. ايوة. شاف البوت بتاع ممتو بابا. شنطة العربية. the boots were clean. لا كانوا ايه? ماضي. يبقى طبعا غلط. all the family went to the club. لا. رحوش النادي وما روحوا البيت. اسر's mom isn't busy this week. لا. is busy يبقى برضو غلط. طيب اسر's mom will pick him up from grandma's at seven o'clock. ممتو هتيجي تاخدهم عندي ثلاثة ساعة سبعة. ايوة. اسر الميار have buttery classes at lunch time. لا ميار بس اللي عندها buttery classes. اما لا. اسر كان عندهم music club. يبقى برضو غلط. طيب اه اسر was thinking about his school concert. اسر كان بفكر في حفلة المدرسة. true. كان بفكر في حفلة المدرسة. اسر wanted his parents to come and watch him. كان عز باب نمتو بابا يجوا تفرجوا عليه. ايوة. true. اسر's mom looked relaxed. لا كانت لقد ايه? tired. كان شكلها بطول. بابا قدو. fall. اسر decided to take his jacket. لا. to take his ايه? football. المكان راح عندي تيتا. يبقى طبعا. pulse. اسر went to the classroom to get his football. راح الفصل عشان يجيب القرى. لا. he went to the garage. يبقى برضو. غلط. outside the garage he saw his dad's shovel. شايف الجروف بتاع بابا? ايوة. true. the shovel was saw muddy. الجروف كان عليتهم كتير. ايوة. صح. اسر's mom is this week. طبعا قلنا ايه? busy. busy. بازي. بازي. كنت بقى? ب او استوي. اسر saw his parent's boots in the car trunk. دعوني. كنت العربية. the boots where? قلنا ايه? muddy. m-u-d-d-y. muddy. يعني امتعصاطين. ايوة. اسر's mom will pick him up from grandma's at seven o'clock. الساعة سبعة. اسر's mom looked tired. كان شكلها ايه? قلنا ايه? tired. كنت اتغبتنا اتغبنا اتغبنا. كتابة الموزدي صعبة اول ادمر عشر. طيارتي احنا نقول الوحدة تانية واحدة اه 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 ايسر ديك هز فوتبل كورة القدم بتاعته ايسر ونت توزا توزا جاراج راح الجاراج اوش ناخد الكورة ايسر وات thinking about his school ايه كونسرت حفلة المدرسة اوتيت يا ثلاغ ايسر وقامته сталоEE STEPP الي راسب عدا بالزت كنوا بيروحوا كل يوم حتي يوم الاجاذة راحوا عند جديتهم ايسر وقتلك كونسرت ايسر كل دا بيفكر فى الحفلة يا ترى هيروحوا ولا مش هيروحوا هيحضروا الحفلة ولا لأ كان نفسه قوي ان مامته باباه يحضروا الحفلة كان عايزهم يشوفوه وهو بيغني وبيعزف على الجيتار بتاعه يا ترى لسا فاكرين مع هذه الحفلة وممشغولين جدا أنا عارف فضل يتمرون كتير على الأغنية اللي هيغنيها لأنه كان عايز الحفلة تعدى على خير او تبقى ناجحة المهم بعدها بشوية أسر قاعد بلعب في الجنينة بالكورة وميار قاعدة تسمع فيديو او كتاب صوتي صاحب أسر كان اسمه شادي عاد عليهم سيد شادي فشادي شاف هو بلعب في الجنينة قال له زيك يا شادي لما كنت شاف انك عايش هنا قال له لأ دا بيت جديتي مش عايش هنا ولا حاجة قال له دا بيت جديتي مش عايش هنا ولا حاجة تحب تيجي الحديقة مع ايانا وبابا احنا راحين الحديقة تيجي معانا يعني فأي قال له يس بط اي will have to ask قال له ايجي معاكو بس طبعا استأذم من تيتا الاول فأسر دخل ممكن اروح الحديقة مع شادي وبابا لو سمحت قال له yes of course قال له مفيش مشكلة عايش تروح روح بس اخد ايزة الماء معاك عشان لا يبقى اشتيا قاعدوا في الحديقة لاعبوا واتبسطوا الديوم جميل جدا لما هبطوا بقى من كتر اللاعب قاعدوا جنب شوية شرر سغير كده شربوا شوية مية وكلوا شوية فاكهة سما الأهم انت ثقلون طبيبات كانو الساعدين ما بيتكلموش يعني وسمعوا ناس بيتكلمو فشادي بيقول له السود ده صوت موقص باباك وماعدين ورا الشعر بيتكلمو فاعا دين وتكلمو شوي بعد كده لما زكته سمعوا صوت ورا الشعر حدي بيتكلم بس الصوت ده شبه صوت مين؟ مامة شادي وبابا اا مامة آآ اثر وبابا اثر手 cogged around شادي was right فأثر بص حوالي كده لأ شادي عنده حق it sounded like they were near but were حاس ان هما فعلا قريبين صوتهم سامع صوتهم بس فين مش عارف آثر و شادي walked around the bushes آثر و شادي فضوا اللفه من ورا الشجر كده on the other side انها حاسية تانية بقى there was a group of people working كان في مجموع من الناس شغلين أسر's parents were there وبابا وممتو بابا أسر وممتو كانوا هناك بيفحروا فطلع يجري على بابا وممتو when his parents saw him they looked surprised أول ما بابا وممتو شافوه أسر what are you doing here تبتعمل هنا أسر فأسر قال له فأسر قال له شادي وبابا شادي وبابا عزموني اننا جي معاهم الحديقة grandma said it was okay وتيتا قلت لها أسر looked down and saw his dad's money boots فأسر بص كده وشاف الحزاء بتاع بابا مليان طين انتم بتعملوا هنا مش قلتم انتم مشغولين مش فاضين طيب بقول لك يا سيدي أسر and mayor went to their grandma's house أيوة لا لا he was worried مش angry كان الآن مش غضبان ودي غلط أسر wanted his parents to hear him sing and play football to hear him sing and play the guitar مش فوتبول يبقى بردو غلط أسر practiced his song أسر كان بتمرد على قنيته صح mayor listen to music لا mayor listen to audio book يبقى غلط شادي is Asher's cousin لا شادي is Asher's friend مش cousin صاحبه مش ابن عمه Asher's grandma asked him to take his water bottle جدته قالت له خد معك إزازة مية أيوة Asher and Shady had fun in the club لا هم هات فعلا in the park مش in the club هم كانوا في الحديقة هم كانواش في النادي ولا حاجة يبقى غلط برضو Asher and Shady drank some juice and ate some fruit دي some بس غلطة مطبعية هم drank some water مش juice يبقى غلط برضو سرح لعمل السؤال يعني فاضي قوي إنهم ما شربوا مية ولا عصير Asher and Shady were sitting quietly when they heard people talking أيوة صح Asher and Shady walked around the bushes صح Asher's parents were in the park walking لا كانوا هي digging مش walking كانوا يفحرو مش مشين when Asher's parents saw him they were surprised أيوة اتفاقوا لما شفو شادي and his dad invited Asher to come to the club لا to come to the park برضو مش the club نفس استو المكرر برضو غلط Asher looked down and saw his dad's muddy boots أيوة طيب Asher and Shady had fun in the طبعا ايه park P-A-R-K park Asher and Shady drank some A and it drank some water 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 كلهم صح زي ما قلنا عشان ما حدش يقول اسمها water اسمها water water كلهم صح Asher's parents were in the park اه كانوا ينزل بارك اه digging كانوا في حرف الحديقة digging dig وطبعا لان مطيب حرف ساكن قبل حرف واحد متحرك اضاعف الحرف الاخير وحط ing زي ما خدنا في قواعد اضافة ing واحنا بناخد المبارع المستمر digging طيب شادي and his A invited Asher his dad شادي و بابا his dad شادي is Asher's friend اكتبوا انتبا F-R-I-E-N-D friend when Asher's parents saw him they looked surprised S-U-R-P-R-I-S-E-D Surprised mean looked down and saw his dad's money boots Asher طبعا Asher when Asher and Shady got tired زي stat D stat بردو مش stat DT مش D Ultima Baya بردو down by some thick bushes B-U-S-H-E-S يعني شو غيرات Asher was A about the concert كان طبعا اي word الان W-O-R-R-I-E-D mayor was listening to an audio book A-U-D-I-O audio book B-O-O-K نيجي على شابتر 4 حسنا طبعا اخر حاجة صندنا لها عندما Asher فهمت بابا وممتوا بفحاره في الحريقة Asher's parents looked at each other and laughed فابا وممتوا بصوا البعض كما يضحكوا His Dad bought down his spade Spade لو هكا جروف زي Shovel كده فسبب جروف من ايده Live shot Asher and Shady a large information board وروا Asher و Shady لوحة معلومات كبيرة وعليها رسمي كده او خطة يعني الخريطة او الخطة او الرسمة يعني كان فيها العاب جديدة او ادوات للعب الجديدة. قال له احنا بنعمل الوقت حديقة حستية بنعمل منطقة اللعب وفيها حديقة حستية. معمولة لكل الاطفال اللي موجودين عشان يستمتعوا فيها. فهم بيتكلموا. بابا شدي جاء. قالوا واو this is going to be amazing. اللي انتو بتعملو ده هيبقى جميل جدا. فقال له what's a sensory garden. ايه بأ انا نفتع ازعرف a sensory garden. قال له a sensory garden is a place where you can hear see and touch all kinds of interesting things. اه عاملينها عشان مايار طبعا مش بتشوف فعملينها حاجة بالحساسات كده نوت تلمسها تسمعها تشوفها اه all kinds of interesting things فيها حاجات فريقة جدا. said answers that. مايار and lots of other children couldn't use some of the equipment in the old playground. مايار وبناس تاني كتير زي هم اللي مش بيشوفوا ما بيعرفوش يستفيدوا من الالعاب الموجودة في الملعب القديم. so we are working with these builders to make a space that everyone everybody can enjoy. فاحنا والعمال اللي شغلين معنا دول بنعمل منطقة جديدة كل يعرف يستنتع بيها. اللي بيشوف واللي مش بيشوف. there is a fountain في نفورة and there will be wind chimes. وهيبقى فيه كمان اللي هي اله الهواء يزوءها دي فبتعمل الصوت اللي قلنا عليها. for relaxing sounds. بتعمل اصوات مريحة يعني. there will be white bass. ايبقى فيه موارات واسعة. so it's easy for people in wheelchairs to enjoy the garden. فهتبدي مساحة للناس اللي هم مشيين على او بيستخدموا كرسة متحركة اللي مش بيطاروا يمشوا. انه هم برضو يستمتعوا بالحديقة ان الطريقة هيبقى واسعة. يعرفوا يمشوا براحتهم يعني. we are planting flowers too. كمان بنزرع ورد. سيد ايسر's mom. there they will smell beautiful. الورد يذهب ارحته جميلة جدا. this is awesome. سيد ايسر. فأسر الله ده موضوع ده جميل قوي. is this why you have been so busy. هو ده السبب اللي خليكم مشغولين طوال اسبوع. فقالتلو ايه? بابا قال له. yes it is. we didn't tell you about it because it's a surprise. احنا ما قلنا الكوش على الموضوع ده الاندي كانت مفاجأة. said his dad. i'd love to do something to help too. سيد ايسر. فأسر قال له انا كمان عايز اعمل حاجة عشان نساعد معكم. قال له great. حلوة او. منطقت له great. حلوة او. the builders are putting in the big equipment. البنيين او العمال بيحطو او بيثبتو او بيثبتو او بيركبو او بيبنو المعدات الكبيرة. next week. الاسبوع الجاي. our putting خلي بالك المدرع مستمر. ممكن استخدمه في المستقبل مع حاجة تم الترتيب لها خلاص. يعني هما خلاص جابوها وخلاص كده كده هيركبوه الاسبوع الجاي. فقالتلو هما يركبوها الاسبوع الجاي. but you can help us plants of flowers. انت ممكن تساعد معنا في زراعة النباتات. فبابا قال له you can hang the wind chimes. ممكن تعلق كمان اللي هو اجرس الهوائية دي او اجرس الرياح. that is dead. asher and shaadi started helping. على طول اسر و شادي بدأوا مساعدة. it was hard work. موضوع كمتعب. but the boys had fun. بس هما كانوا مستمتعين بي جدا. thank you for helping said asher's mom. فامامتو بتقول له شكرا يا اسر على المساعدة. when this opens. next week. لما المكان ده يتفتح الاسبوع الجاي. you can come and show everybody around. تعالى. وهاتوا الناس كلهم. فرغوا مع الحديقة دي. the next week. تاني اسبوع. the children's mom said. mayar we have a surprise. تاني اسبوع بقى خلاص. الحديقة جاهزت. فباباها ومامتها قال لهها يا mayar. احنا عمل لك مفاجأة. فما يرقت لا what is it? ايه مفاجأة? قالها we can't tell you. it's a secret. فباباها قال لها ما اقدرش نقولك. it's a secret. the series. let's all go to the park. يلا نروح الحديقة. asher enjoyed showing mayar around the sensory garden. asher كان مبسوط جدا هو بيفرغ mayar او بيوري لها كل حاجة موجودة في السنسوري جاردن او الحديقة الحسية دي. ان طبعا هي مش بتشوف. فتحس بقى بكل حاجة. الحاجات بتتلمس وتتشمى وتتشاء وتتسامع والحاجات دي كلها. i love it here. the fountain is my favorite thing. سيد mayar. فمير بتقول لهم انا حبيت الحديقة دي اوي والفنفورة بالذات هي اكتر حاجة حبيتها. thank you for helping us asher. said their mom. ماما قلت له. شكرا يا اسر على مساعدتك. and don't worry we haven't forgot your concert. وما تقلقش. احنا من سنشل الحفلة بتاعتك يا اسر. طيب ولك اسر's parents looked at each other and cried. لأ هم مصوا بعض وليحكوا مش حياته. طبعا غلاط. طيب اسر's dad put down his speed. اه. رمى الجروف من ايدو. the plant showed lots of boring. boring مملة لأ طبعا كان الغلاط. ما كانش مملة ولا حاجة. the parents are making a playground with a sensory garden. ايوا. you can touch all lands of interesting things in a sensory garden. ايوا. مفوودي كايندس. مش لانز. ايوا. مفوودي ايوا. k-i-n-d-s. كل انواع interesting things. اه. صح. ماير and lots of other. هو ممكن تتتتش وسميل وهير مش كل حراب تتلمس ومش كل حراب تتشاف يعني. السؤال بصراحة مش مش حاسه كده ما يعني. ما علينا. ماير and lots of other children could use some of the old equipment. لا. احنا هنا الكوبنت العديمة ممكن تتش من نسبة لكل. there is a fountain in the sensory garden. ايوا كان فينا فورا. there will be wind chimes for relaxing voices. ايوا. اثر would love to do something to help. ايوا. اثر can help blend the vegetables. لا ما كانش فيه vegetables. كان فيه flowers. غلط. اثر and شادي started helping. it was easy work. like it was hard work. but they had fun. the boys had fun. ايوا. the parents have a surprise. ايوا. اثر انجويد شاوين شادي around the sensory garden. اثر كان مستمتع ان هو يوارل شادي السنسوري garden. لا او ما كانش بيوارل شادي وكان بيوارل ماير. ايوا. ايوا اكتر حاجة عقبتني هي نفوه. طيب. the plant showed lots of a new play equipment. showed lots of a new play. lots of new play equipment. افضل.inations of plans. اميا. اطبع Перون هى كده انا نشوفها. والله عزيزي من العمل السؤال ده يعني الله يسمحه طيب أسر's parents looked at each other and left L-A-U-G-H-E-D يعني دحكوا left ميارا and lots of other children couldn't use some of the old equipment A-Q-U-I-P-M-E-N-T يعني معدات there will be wind chimes C-H-I-M-E-S أسر can help blend the flowers أسر enjoys showing مين around the sensory garden طبعا ايه showing مايار أسر and chadi started helping it was hard work كان عمل متعب مايار's favorite thing is the fountain F-O-U-N-T-A-I-N the sensory garden is for all the children in the neighborhood في الحي N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-O-O-D the flowers will smell beautiful هتكون جرحتها ايه طيب عازك تكتب بقى اسم كل حد ده أسر ودي مايار ودي جراند ما وده the children's dad ودي the children's mom وده شادي طيب she meets asr and mayar at the school gate اللي قابلت اسر ومايار على البوابة طبعا كانت مين grand ma she has uh pottery classes اللي كان عندها دروس في صناعة الفخار دي كانت مين mayar he's playing in a concert next week اللي هيعزف في الفرقة الأسبوع الجاي asr they are very busy they are parents بواهم ومتهم he goes to the park with asr شادي هو اللي كان راح الحديقة مع asr راتب الاحداث يا شيدي asr finds a muddy shovel by his garage mayar gets a big surprise asr's uh big surprise دي هتبقى اخر حقق اصلا asr's grandma takes mayar and asr to her house after school دي هتبقى اول واحدة دي اول واحدة طيب asr goes to the park with shadi and shadi's dad asr finds muddy boots in his mom and dad's car asr helps his mom and dad in the park asr finds his mom and dad have a secret uh asr's mom says she and asr's dad are very busy يبقى تاني حاجة عشي دي muddy boots وبعد كده asr goes to the park with shadi la الاول قال لهم واجغولين وبعد كده اه اعرف انهم تخبينا عليه sir دي number four وبعد كده اه راح للحديقة مع شادي وبابا دي راح number five وبعد كده لا ده هو لا ده الجروف الاول دي number five نشيل دي يبقى دي number six لو اراح للحديقة وبعدين يا سيدي asr help is his mom and dad in the park دي number six وبعدين number seven طيب في كتا جملة نقصة ثلاثة ربعة خمسة ستة سمعة ثمانية طيب ازاي مش لقيت تمنى واول حاجة اه دي واحد اللي هو اول كان ما انا كتبت خمسة مرتين اه صح كده مش asr goes to the park روشيدي دي number six يبقى دي number six اه اه دي five اه صح كده يبقى اول حاجة هو لا الجروف يبقى دي number five وبعدين راح الحديقة دي number six وبعدين اه هي هلبس his mom in the garden دي number seven معلش شباب دي number seven ودي number eight ان هو ما يرجات افكسر برايز دي number eight طيب miss عزة give a surprise book correct the mistakes in the sentence in your notebook اه صح الخطأ هي ما جدتش الاسر هيادت لمين mayar هشيل اسر وحط ما كانها mayar grandma and the children made a cake together لا they made cookies مش a cake cookies اسر found some money boots on the seat of the car لا on the trunk of the car شنط بالعربية مش في الكورسي mayar wants to listen to the radio in the car لا she wants to listen to an audio book كتاب صوتية هشيل the radio وحط ما كانها audio book اسر took his bike to grandma's house لا his football core مش العقلة اسر بقتد زبيانو for the school concert لا زجيتار مش زبيانو اسر and شادي said buy some tall trees لا bushes مش tall trees اسر and شادي heared شادي's parents talking in the park لا اسر's parents مش شادي's parents شيل شادي وحط ما كان اسر طيب ولك why did اسر's parents have money boots because they were digging in the park to build a new playground كانوا بفحروا في الحديقة عشان نعمل لهم ملعب جديد what was اسر's parents secret they were building a new playground how did اسر find out his parents secret he heard them in the park when he was there with شادي سماعهم في الحديقة لما كان هناك مع شادي how do you think اسر felt about his concert at the end of the story he felt happy and relaxed لانو كان الانتو الحفلة انو ما يكونوا نسوا فايقلت له احنا منسانش ولاحق why did اسر look out of the classroom window to look for his mom كانوا بدور على مامتو where did اسر bought the school bags in the car trunk شنطة العربية what was اسر worried about اسر كان انا عليه he was worried that his parents forgot about the concert what did اسر's parents show him they showed him they showed him plans of the new playground وارولوا الخطط اللي ما عاملينها او الخريط اللي عاملينها عشان يعملوا الحديقة الجديدة what did mayors parents learn when she was a baby they learned braille what did selma plant that day selma زرعت ايه she planted flowers how did اسر's parents look when they saw him they were surprised كان متفاجئين طبعا what was mayors favorite thing اكتر حاجة عربة mayors the fountain what was mayors carrying she was carrying a new book كانت شاي لكتاب جديد how were the parents boots they were muddy who invented اسر invited اسر to go to the park طبعا شادي what is a sensory garden it's a garden with things that can be touched or heard or smelled هي حاجات تتشاف او تتسمع او تتشم او او تتلمس what does the new book have it had words in braille كان فيها كلمات بطارية braille what did اسر هوب اسر كان بيتمنى ايه he hoped his parents didn't forget about the concert كان بيتمنى ان بابا ومامته ما يكونوش نسوه مع ذا الحفلة what were اسر's parents doing in the park بابا ومامته كان بعمل في الحفلة they were building a new play ground with a sensory garden why didn't the parents still answer about the sensory garden because it was a surprise لاني دي كلمت مفاجأة هلش هزروني مش عرف اكتب الكلام ده كله اللي جيت اكتبه بالماوس او اتفاسها ونص فلو في مشكلة بقى ولقيته للموضوع صعب بالنسبة لكم انك تكتبوا اللي انا قلته ده او تحلوه عرفوني بقى في التعليقات وانا احلوه لكم ان شاء الله في الكتاب يبقى اسرع واسهل من كتاب كتاب عشان ما نضيع عشواتي انا عملكوا حتى فيديو خمس دي احنا دخلنا في اربعين دي اهوت في القصة وبصراحة هنجرة خلاص استواتي فان شاء الله لو هتعرفوا تكتبوا الاجابات اللي احنا قلناها او تطلقها انتم من القصة وتجاوبوها تمام مفيش او لات في مشكلة او كلام من ده عرفوني في التعليقات وانا ان شاء الله هصورها لكم فيديو اللي وحدها في الحل بس وانزلها لكم اه حلقا ان شاء الله وكده يا شباية بيكون خلص الفيديو بتاع النهاردة ربكم فيديو عربكم ومعليش طولت عليكم بس انتم يا فين القصة اصلا طويلة او بصراحة يعني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته